موسيقى 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 خلونا الأول نرحب بمولانا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريمة وأستاذ الفقه المقارن بجماعة الأزهر منورنا مولانا بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم جميعا وكل سنة وحدك طيب أول شعبان أول شعبان بالنسبة لنا نحن المسلمين وأيضا يصادف اليوم أو يوافق بداية الصوم الكبير لإخوتنا المسيحيين الأرزوزوكس خمسة وخمسين يوم ينتهوا بعيد القيامة بإذن الله كل التهاني لهم والتهاني لنا نحن المسلمين بمعلم فلنولي أنك قبلة ترضاها شهر شعبان ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم لماذا يكثر من الصيام في شهر شعبان فقال هذا شهر يغفل عنه الناس يقع بين رجب ورمضان وفيه ترفع الأعمال اللي هو الرفع السنوي فأحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا صائم الله نعم ده استهلال شعبان وكان أحب هو أكثر شهر بيكسر فيه النبي صلى الله عليه وسلم من صيام النفق هو شهر شعبان وكما قلت لك وقدرا بداية الصوم الكبير لإخوتنا المسيحيين الأرزوزوكس كل عام ومصر بمسلميها ومسيحييها بخير وسلام آمين يا رب طيب هبدأ بأول سؤال نعم أعمل إيه لو فاتت علي الصلاة وأنا على صفر بسم الله الرحمن الرحيم أولاً صلاة المسافر باب واسع في الفقه الإسلامي قلنا غير مرة أن المسافر له طبعاً بعد مسافة القصر التي تقدر بخمسة وتمانين كيلو متر في المرحلة الواحدة يعني مثلاً مثل القاهرة إلى طنطة مثلاً يعني فصاعداً فالمسافر هنا يا سيد الكريم طبعاً هناك فرضان لا يقصران وهم الفجر والمغرب الصلاة التي تقصر ذات الوقت المشترك يعني صلاة الظهر والعصر وصلاة المغرب والعشاء اللي هو فيها الجامع فللمسافر أن يصلي الظهر ركعتين ويقيم الصلاة ويصلي العصر ركعتين في وقت الظهر اسمه جمع تقديم وله أن يؤخر صلاة الظهر إلى وقت العصر فيصلي الظهر أولاً ثم يصلي العصر وهذا جمع تأخير نفس الشيء يصلي المغرب ثلاثة ركعات ثم يقيم الصلاة ويصلي العشاء ركعتين جمع تقديم في وقت المغرب أو أنه يؤخر صلاة المغرب إلى وقت صلاة العشاء فيصلي العشاء المغرب ثلاثة ركعات ويصلي العشاء ركعتين حلو جداً طيب السؤال اللي بعده كان أقول لحضرتك بقى آه لو أنا عايز أبني بيت أقدر أروح أخذ قرد من البنك ولا هيبقى داي تحسب علي ربا قبل ما نجاوب هنروح للفاصل ونرجع نكمل الكلام طيب خلونا نقدم كل الترحيب مرة تانية الله يبارك فضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريمة وأستاذ الفقه المقارن بجماعة الأزهر وكان السؤال أنا عايز أبني بيت ينفع أخذ قرد من البنك ولا أبقى أنا كده أعمل حاجة غلط شوف أولاً أرجو أن أصحح مفاهيم مغلوط احنا قلنا قبل كده في حلقات صحيح نفرق بين الإيدعات وبين القروض الإيدعات دي ودائع إثثمارية لها تأصيل في الفقه الإسلامي المضاربة فالإيدعات سواء في البنوك يعني كلها ولا فكرة لا فرق ما بين بنك يقول أنه إسلامي أو بنك غير إسلامي كلها بنوك تغضع للبنك المركز والبريد المصري كذلك كل الإيدعات حلال وجائزة لأنها مضاربة شرعية نأتي إلى القروض في قرد محرم وفي تمويل حلال خلي بالسيادة مال أمام مال بزيادة دربة قولاً واحداً مال يعني أي إنسان أخذ قرداً من فرد أو من مؤسسة أو من بنك أو غير بنك أنا أتكلم كلام عام عشان ما نصبش الكلام على البنوك فقط ما فيه مؤسسات النهاردة بتحاكم ما فعله اليهود قبل سنة 1952 ما كانت فيه مؤسسات بتقرض النسب الفائض على تعبير الزمان وفيه تمويل سلعة توسط المال يعني مثلاً ماتي بنك ما عشان ما نعملش دعاية وبعدين يقولك أنا مش هعطيك فلوس أنا هعطيك تمويل لهذه السلعة هبسطها أكتر السيد النائب يوسف بيهل حسينة عايز يجيب سيارة عايز يجيب عقار حيروح لبنك ما حلو البنك هقوله مش هديك فلوس في يدك كاش أنا هموللك البيت بالزبط كيت هموللك العربية هموللك السيارة هموللك العقار هموللك آلة المصنع هموللك السلع هذا ليس ربا قولاً واحداً حلو بنسميء بقى حضرتك مرابحة جميل قال الإمام ابن القيم رحمه الله إذا توسطت السلعة بين عوضين فلا ربا عظيم نعم فالراجل لبعض ويروح لبنك مؤسسة مالية أياً كانت لا يأخذ أموالاً سائلة في يديه ولكن البنك يمول له العقار آلة المصنع السيارة أياً كان هذا ليس ربا بيع مرابحة جميل أحلى أحلى سؤال لأنه كان جاي من طفل وأنا عجبني أنه هو منتظم في الصلاة بسط بيه قوي ربنا يفتح علي يا رب هو بيقول أنا ممكن أبقى موجود مثلاً في الشارع ويعدي علي صلاة العصر ملحقهاش ويقدن المغرب لما جأ صلي أصلي الأول مغرب والله عصر هنا معنى الجمهور ومعنى المالكية المالكية استحبوا الترتيب المالكية استحبوا إيه يبقى لو طبعنا مذهب المالكية يبقى نصلي العصر ثم نلحق قدر الإمكان صلاة المغرب مراعا للترتيب يبقى أنا كده ممشي على المالكي عشاناً ممشي أما الجمهور قالوا إيه لو دخل الوقت زي يسأل ابننا العظيء الحفيد الجميل إما قال مثلاً دخل وقت المغرب قال أسواة العصر انتهى ووجد جماعة المغرب لا يصلي صلاة المغرب الحاضرة وبعد صلاة المغرب هيصلي العصر قضاء أربع ركعات طب افرد أنا ما كنتش لحق الجماعة يعني الأدن أدن وأنا مش في موقف خليني أدخل أصلي الجماعة وعدت لا خلاص وفرض لي نصف ساعة مثلاً قبل أدن العيشة نعم أخذها بقى كده عصر لا لا رعي الترتيب هنا رعي الترتيب خروجاً لأن العلماء علمونا الخروج من الخلاف مستحب ودعم ما يريبك إلا ما يريبك خلاص نصلي العصر أصله وقضاء نصلي العصر أربع ركعات ونتوب إلى الله ونستغفر على التقصير إلا إذا كان هناك عزر لأن طبعاً فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم سهون وفي صورة المؤمنون كما نعلم بدأت بالصلاة وختمت بالصلاة قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وبعدين ختمت والذين هم على صلواتهم يحافظون وسؤال هذا الناشئ الجميل أولاً بيسعدنا كما أسعدك لأن معناها إن شاء الله دي أمة ولادة دعك من كلام الميأسين والمحبطين والمتطفلين على موائد العلم ويقول النبي لهؤلاء الذين يؤسن الناس من قال هلك الناس فهو أهلكهم من قال هلك الناس فهو أهلكهم فالسؤال من الطفل أو من الصبي عن الصلاة لا يبشر بأن إن شاء الله الإسلام في قلوبنا وعقولنا وفي مصرنا وفي غير مصرنا وللإسلام رب يحميه صحيح ونعمة بالله سبحانه وتعالى أنا يمكن الحلقة كده خلصت كان فيه سؤال مهم أنا أعتقده يحتاج فقرة مش الحلقة اللي هو وإزاي حبب نفسي في الصلاة أنا عايز أخد ده على اتساعه ما يبقاش مجرد سؤال بإجابة أولا أنا عجبني إن الراجل مقبل عاوز يحب العبادات والصلاة طيف أنا هاخدها بقى إزاي حبب نفسي في الصلاة وحبب نفسي في سائر العبادات وإزاي تقرب من ربنا قدر الإبداع وداخل قربنا على الصيام بس كده وامنع نفسي من أي حاجة ممكن تبعدني عن الصلاة أو الصيام أو الزكاة أو كل الفروض والعبادات يمكن تكون خلصت الحلقة النهاردة يكون لنا العمر ونتقبل إشارة إن شاء الله عليك وصحة وعافي ربنا يخليك رب كل الشكر بارك الله لفضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر تخلص لحد كده الحلقة ثواني يكون موجود معاكم حالا كريم رمزي وبرنامجه رقم عشرة أما العبد لله فلو كلنا العمر نقابلكم بكرا إن شاء الله وبرنامجكم التاسعة سلامات اشتركوا في القناة